إن لو سكنت غزة في سينة كسبت حاجتين كسبت أول حاجة إنها فضل غزة علشان تعمل القناة بتاعتها وتعمل مباني وتعمل مقاطعات جديدة نمرة اتنين قازت مصر في إيه؟ قازت مصر إنها فقى في مشكلة لو رصاصة خرجت من سينة تقنل الحرب على مصر بالضبط وحنبقى احنا قاعدين قدام موقف بصراحة أنا شايف إن سواء المصريين أو العرب أو الغزوية الفلسطينيين موافقين أن هذا الغول أمريكا وزراعه الإجرامي الصهيونية إنها ببساطة كده تقول حوزع الناس دي حجرها في الحتة ديت بمزاجها بتقسم مصر أو بتاخد منها حتة ده كلام مرفوض حتى لو الشعب المصري فقط خمسين في المية منه لو فقط خمسين في المية منه إنه يتمس أو الكيان الصهيوني ده ينفس خطته مؤمرة حقيرة في منتهى الرعب في منتهى الرعب ليه في منتهى الرعب؟ علشان الخطة الرئيسية برضو عشان اللي بيبتوع الناس اللي ضد المؤامرة هي معلنة من الفراط للنيل لقوها يعني من النيل للفراط لقوها صعبة فعدلوها اللي هو هيرتزل كان قايل من النيل للفراط ده المشروع القومي للصهيون لقوها صعبة قالك لا من الفراط للنيل وده حصل الفراط الأول لما يطلع مستشار الأمن القومي في الكيان الصهيوني في الكيان الصهيوني مستشار العسكري يقولك بعد ما نسكن الفرسلين في سناء بالتليفون شوفي الإهانة بالتليفون لأي دولة هي بيت تحت الحكم العسكري الصهيوني بسهولة بعد ساعات احنا عدوك بيحلم وبيخطط لحلمه بمئات سنين ويمكن دينا قلتها المرة اللي فات برضو الصهيونية اوعي تسألي امتى تسألي ازاي يقولك تسأليني ازاي فاشوفي ازاي احددلك امتى في حاجات تنفزت بعد 30 سنة في حاجات تنفزت بعد 50 في حاجات تنفز بعد 100 ها انما النهاردة حلم عدوي باين واضح هو ما بيحبكش يعني ما نقولش بقى سوف فيه سلام وفيه كذا لا امريكا اللي متغطي بيها عريان انا مش متخيل هو ده بقى اللي انا مش متخيله الصمت العربي اه او الاداء الحنين اللطيف ده اللي بتعمل ده هما بيستغرخونا في الوقت وهنا اتحط في موقف مفيش يده يده هو مفيش حتى اداءها يا حنينة مفيش اداء خالص لا يعني ساعدت بتقال كلام لذيذ هو مفيش اي نوع من انواع الاداء خالص يعني احنا دلوقتي يعتبر لوحدنا او طبعا احنا لوحدنا انا ااسف اقول بس حاجة ولا حد حصل فينا